اشتركوا في القناة اهمية القديس بحياتنا كمسيحيين المسيحي بالنسبة لنا القديس هو محور حياتنا ومحور حياة الكنيسة والكنيسة تقوم على حضور الاربان المؤدس يسوع هو الحبيس حبيس بيت الاربان الحاضر دوما بحياة الكنيسة وبحياة المؤمن وما ممكن انا اكون قديس الا من خلال القديس اللي هو بقدسني وهيك عشوا كل القديسين نشوف رفقة رغم كل قليمة زحفت على تريبون واجت تتقدس وما غابت ولا نهار عن القديس هي وعم تتقلم وهو وجسدها مشلع نشوف مارشربل كان غرامه القديس انه ربنا اعطاء النعمة انه اخدوا اللي عنده بوقت القديس نشوف القديس بيو اللي محور حياته كان القديس محور حياته كان القديس وكانوا الناس يجوا من الساعة خمسة الصبح يتجمعوا بالالاف لحتى يحضروا قديسه لانه عارفين مع هالقديس الكبير شو هي اهمية القديس ونحن باللهوت نعرف انه القديس هو موت وقيامة يسوع اليوم عم نحتفل بتذكار موت وقيامة يسوع مش انه عم نتذكر هاي الشغلة صارت من الفان سنة هي اليوم عم تحدث يسوع عم بيموت كرمالي وكرمالك وكرمالك اليوم عم بيقوم من الموت كرمالي وكرمالك وكرمالك اليوم وهيدي شفناها وعشوها الادسين بادريبيو كان يفوت اول ما يفوت على الساكرستية هو عم يلبس طياب الادإس كانوا يبلشوا يحكوه اللي عم يخدموا يقلهم ولا كلمة حضروا الملايكي كانوا يحضروا ملكين وكان يشوفهم و Bryant. أعطاها النعمة انه يشوف السماء يشوف العدرة يشوف يسوع يشوف الملايكي كان الادس يبلش بالساكرستية مع بادريبيو هالملايكي كانوا يحضروا هنا وراكعين هو عم يلبس ويرفقوا إلى المزبح خلال الإدّاس وقبل الكلام الجوهري كان يشوف كل ملايكة السماء تنزل مع العدرة والإدّاسين ويحضروا ويركعوا معه ويصلوا معه القردوس ونحن بنعرف أن القردوس بسفر أشعية هي الملايكي اللي علمونا إياها أنه عم بيرفرفوا بجناحيهم ويقولوا قدوس 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 كان يشوفهم بالإدّاس وبيقول أنه هيدا بيصير بكل إدّاس بأدسل أبونا بكل العالم السماء هي تحضر بكل ملايكتها وأم السماء وأم الأرض العدرة مريم ويكفي إدّاسه يوصل لأبل المناولة أبل المناولة كان يحس بألام يسوع وبجروحات يسوع وبإكليل الشوق وبالصليب يغرز على كتافه كان يتألم حتى كان ينخطف على المناولة هو وحام الجسد يسوع لحتى حدا من إخوته يقول له أبونا لازم تكفي إدّاسك يرجع يوعى ويكفي إدّاسه وبعد المناولة بادري بيو كان يحس بطعم القيامة وهيدا نحن درسناه باللهوت إنّ الإدّاس هو موت وقيامة يسوع وكل من يؤمن بموت وقيامة يسوع له الحياة الأبدية ويخلص هل يا تورة أنا بعرف وقت اللي يروح للإدّاس وين رايح؟ متل ما كل مناسبة بيدعوني عليها أصدقائي وأصحابي إذا دعوني علي فيلم سينما بعرف وين رايح؟ وبعرف الفيلم وبعرف كل شي عن هالفيلم من هيك بروح وببقى متحمس هل يا تورة على الإدّاس؟ بعرف أنا وين رايح؟ والله بالنسبة لإلي هو طعب هو بأجله وقداش بحياتنا نحنا من أجل الإدّاس منقول هلأ فيه إشياء أهمّ من الإدّاس أنا بقول إنه متل ما من نظّم حياتنا اليومية بكل تفاصيلها خلي للإدّاس أنا كمسيحي يكون هو محور حياتي وهو غزائي الروحي وهو الذي يقدسني متل ما أدّاس كل الإدّاسيين الله يبركنا جميعا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر